اولت وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية اهتماما بارزا بالقمة البحرينية المصرية بين جلالة الملك المفدى وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في شرم الشيخ وما عكسته من عمق الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية بين البلدين الشقيقين ووحدة الموقف والرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية لطالما كانت وما زالت زيارات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للدول الصديقة والشقيقة موضع اهتمام العالم أجمع فقد حضيت القمة البحرينية المصرية التي عقدها مؤخرا عاهل البلاد المفدى مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في شرم الشيخ حضيت باهتمام بارز من قبل وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لما عكسته من روابط أخوية وطيدة وعلاقات تاريخية عريقة بين البلدين الشقيقين وحرص مشترك على دفع التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا والتطورات في المنطقة الصحف المحلية أفردت مساحات واسعة للقمة البحرينية المصرية ودونت في عناوينها الرئيسة جلالة الملك المفدى والرئيس المصري يستعرضان العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية وغيرها العديد من العناوين وتحت عنوان العلاقات المصرية البحرينية استقرار وأخوة ورؤية موحدة تجاه قضايا المنطقة أشارت صحيفة الأهرام المصرية إلى تميز العلاقات بين مصر والبحرين بالاستقرار والأخوة حيث تنطلق القاهرة والمنامة من رؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة كما ونقلت صحف ومواقع إخبارية عديدة تصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية حول تفاصيل زيارة جلالة الملك المفدى إلى مصر حيث أشار في مداخلة هاتفية عبر فضائية الحياة إلى تفاهم كبير وتطابق بين البحرين ومصر في القضايا الإقليمية والدولية الحياة في تفاهم كبير جداً ما بين التعايمين وفي تقريباً تطابق في مواقف البحرين مع مصر في كل الأمور سواء الإقليمية أو الدولية اللقاء كان طبعاً لقاء أخوي ودي يمكن تم استعراض مجموعة للألاقات السنائية ما بين البلدين تم تطرق لأهم القضايا في المنطقة تم التأكيد على المبادئ السابقة التي تسعى إليها مصر والبحرين من جانبه أشاد الكاتب الصحفي المصري جمال رائف نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر في حواره مع قناة صد البلد بموقف البحرين الداعم لمصر بشكل دائم مؤكداً أن البلدين تجمعهما علاقات متميزة وتطابق واضح للرؤى في الكثير من القضايا العلاقات المصرية البحرينية في الحقيقة علاقات متميزة جداً وهناك ما يمكن أن نوصف به التطابق في الرؤى في الكثير من القضايا ولهذا دائماً هناك تشاور ما بين مصر والبحرين في الكثير من المتغيرات الإقليمية الحادثة أيضاً العلاقات على المستوى السياسي هناك تنصيق مستمر البحرين طبعاً دائماً مواقفها في الحقيقة مؤذرة للدولة المصرية من جانبها عرضت قناة إكسترا نيوز تقريراً حول تاريخ العلاقات المصرية البحرينية موضحة أن هناك تطوراً غير مسبوق في العلاقات بين المنامة والقاهرة في عهد عاهل البلاد المفدة وأخيه الرئيس المصري تنتلق القاهرة والمنامة من رؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة قائمة على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الضمار الشامل والحل العادلي والشامل للقضية الفلسطينية وكذلك تنصيق الهود لمواجهة التحديات كما واهتمت وكالات الأنباء والقنوات الخليجية والدولية بزيارة عاهل البلاد المفدة إلى الشقيقة مصر وتطرقت إلى ما تنولته المباحثات مع فخامة الرئيس السيسي حول تطورات عملية السلام والأمن الإقليمي العربي إضافة إلى تعزيز العمل العربي للتصدي للتدخلات الخارجية وتأكيد الرئيس المصري على موقف بلاده الثابت تجاه أمن الخليج ونوهت وسائل الإعلام إلى التأكيد المشترك على اتفاق ملزم وعادل لسد النهضة وتأكيد جلالة الملك المفدة على موقف مملكة البحرين المتضامن مع القاهرة والخرطوم وتأييد كل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وأمنهما المائي في نهر النيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر